ان ايروبيك بكتريا انفكشن ان ايروبيك بكتريا هي عبارة عن بكتريا هاي البكتريا من تستخدم الاكسجين حتى تنمو اور حتى الميتابلز ما لا تيصير تحصل على الانيرجي تحصل على الانيرجي عن طريق تفاعلات القمار هذي من تستخدم بها الاكسجين تستخدم السكريات تحلل السكريات الى احماض دهنية وكحولات ولا اخرى المهم انه هاي متعتمد على الاكسجين حتى يصير لها شنو growth and metabolism تتحصل على الطاقة من خلال تفاعلات الخمائر تمام قد تكون هاي شنو ومودريت رح نتعرف عليها اول شي اريد اقولكم شغلة اكون شي اذا اعرف الاكسجين راح يكولي راح يكولي الجذور الحرة هاي الجذور الحرة تكون تكسك للميكرو ارغانيزم تكون كلش تكسك للميكرو ارغانيزم تمام تمام فاذا هذا الجذور اذا واحد تخلص منه شنو يتخلص اكو انزايمات موجودة من ضمن هاي الانزايمات اللي هي شنو سوبر اوكسيد دسميتاس اللي هو SOD هذا الانزايم راح يحول الجذور الحرة المن يحوله الى هايدروجين هذا بيروكسيديز تمام هذا الهايدروجين بيروكسيديز في فعل انزايم ثاني اللي هو الكاتيلايز راح يتفكك الى راح يتفكك الى تمام تمام فبالتالي تخلصت الكائن الحي تخلص الميكرو ارغانيزم من الجذور الحرة اللي هو هذا الموجود دوكسيك للكائن راح يكتل الكائن الحي تمام تمام انه هو عبارة جذور حرة يتتخلص عنها عن طريق انزايم SO2 SOD اللي هو سوبر اوكسيد دسميتاس هذا الانزايم شو راح يتحول راح يتحول الى هاي دروجين بيروكسيديز والكاتيلايز انزايم الثاني الكاتيلايز راح يفكك هماتين الى اكثر فبالتالي تخلصت من الجذور الحرة عندي نوعين عندي اوبلكيت اناوروبك وعندي مودريت اوبلكيت اناوروبك اوكي اوكي الاوبلكيت اناوروبك انو هاي البكترية اللي هي اوبلكيت اناوروبك ما عدا هذا الانزايم اللي هو SOD ما عدا هذا الانزايم ما عدا انزايم الكاتيلايز واني اعرفت هاي انزايمات الكاتيلايز والسوبر اوكسيد الاوكسيد هاي الانزايمات يستوها لي خلصوا للبكترية من الجذور الحرة الناتجة بسبب وجود الأكسجين فإذن هاي البكترية إذا موجود أكسجين قبل راح تموت ما بها مجال ماكو أكسجين يعني إذا أكو أكسجين قبل راح تموت لان ماعد هذا الإنزايم اللي يحول للجذور الحرة الناتجة بوجود الأكسجين تمام تمام واللي حجيتكم يا هاي الميكانيزم الموجودة بالفوق أما الموتريت هاي اشتحوي تحوي على كمية قليلة من الكتليز وعلى الاس او دي تمام أغلب الإنفكشينات معظم الأدوى اللاهوائية ناتجة يعني معظم الإنفكشينات اللي سببها إنيروبك بكترية اللي الصيب الإنسان هي جاية لي من هذا النوع اللي هو موتريت أوبليكت إنيروبك هاي أتها شوية من هاي الإنزايم الكتليز والأس او دي يعني تكتر تتعيش يعني بوجود يعني شوية أكسجين وهي شي نجي على اليمن على الفاكوليتف إنيروبك هاي الفاكوليتف إنيروبك ماشي أمورها تقدر تعيش من ناحية إذا موجود أكسجين يتعيش وإذا ما موجود أكسجين يتعيش تمام إنو هاي البكترية تقدر إنو تنمو أذر أكسجينيش عن شنو إنيروبك وقلنا بالأكسجين يعني إذا وجود الأكسجين راح تستخدم الأكسجين إنيروبك لعجل شون إذا شون ماكو أكسجين ش راح تكوني الإنيرجي مالته عن طريق تمام راح تأخذ الطاقة مالتة تفاعلات القمائر يسموها اللي تعتمد على السكريات وتتفكك إلى مواد أضوية ولا آخرة ما ندخل بها شنو الأشياء نعتبرها فاكوليتف إنواروبك فاكوليتف إنواروبك العديد من النوع وقم من باثوجين يعني أكثر شي باثوجيني يسبب لمرض من الإنيروبيك اللي هي فاكوليتف إنواروبك تشمل ستريبتو كوكاي سبيشيز كيورو بكتريو أوكي آنت تشملي هاي انوار من البكتريا تمام تمام المحاضرات اليوم راح محاضرة اليوم type of the inaerobic بكتريا أوكي اللي هي الباسلاي والكوكساي والقرام اللي هي شنو type of the inaerobic باسلاي عند كوكاي الباسلاي تشوفوها عداتها هواي والباسلاي عداتها elemented تمام تمام لحد الآن أنا عرفت شغلة عرفت inaerobic بكتريا اللي هي ما تعيش بوجود الـ أكسيجين اللي عد تعتمد على الطاقة من خلال شنو اللي هي تفاولات بها أنواع عديدة قد تكون obligated or moderate ما عند هذا الإنسان اللي هو شنو تفتقد لهذا الإنسان اللي هو super oxide dismeatis عد تفتقد إلى أنزام الكتاليس شنو هاي الإنزيمات يعني هاي الإنزيمات شو سوي لي إذا من يكون موجود الأكسجين رح يحتوي على جذور حرة فهالإنزيمات رح تحول الجذور الحرة قلت لكم الجذور الحرة من موجودة تكون توكسك للكائن الحي رح يتحول إلى hydrogen peroxidase هذا hydrogen peroxidase في فعل إنزام ثاني الكتاليس رح يتحول إلى مركب ثاني المهم هذا المركب الثاني رح يكون شنو ما يكون توكسك للكائن الحي فإذا هاي معد هاي الإنزيمات فبالتالي لما يكون أكسجين رح يتموت النوع الثاني هو moderate oblique anaerobic اللي هي شنو اللي ما هاي شنو تحتوى على كمية قليلة من الكتاليس أنت الأس او دي الفاكوليتف anaerobic تعيش بوجود الأكسجين وبعدها موجود الأكسجين ماكو أكسجين ننجيب طاقة عن طريق الخمائر fermentation reaction تشمل يا أنواع اللي هو stryptococcus species وانتيريو بكتريا تمام تمام ننجي على اليمن على anaerobic bacteria infection anaerobic bacteria infection إنو هاي ونلقاها هاي هي جزء من normal microbea normal flora الموجودة بجسم بكتريا الموجودة من جسمنا هي جزء من يمن هاي construction كلش يعني موجودة وين بالموث أنت بالكسر intestinal tract هذا انهبتت المكان اللي تعيش بي بالموث بالكسر intestinal tract وهي شنو تعتبر anaerobic bacteria infection هي جزء part of the normal flora هي جزء من normal flora تمام هاي construction ألقاها كلش هواي وين ألقاها كلش هواي بالموث أنت بالكسر intestinal tract تمام تمام الفكشينات اللي سببها anaerobic بكتريا كلش هواي وتكون كميرا شائعة يعني شنو يعني شنو يعني بولي مايكروبيال يعني هاي البكتريا يجوال دائما ألقاها ويا من ويا مايكروبات ثانية ألقاها بكتريا هوائية ألقاها بكتريا فاكوليتف بكتريا يعني ما ألقاها وحدها يعني دائما يجوال بالغالب ألقاها بولي مايكروبيال ألقاها بكتريا ثانية بكتريا قد تكون انيروبك فاكوليتف فشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي البكتورية، هاي البكتورية نافذ بيكتورية هاي البكتورية Gon husky instantly من المشكلة، بيكتورية الن suchen دقيقة بيكتورية أجربة بيكتورية دقيقة بيكتورية يعني ثم أصدقاء بيكتورية بيكتورية Butcherية كم من عندهم هذول سوية ليش لان قتلكم الفاكوليتف بكترية راح تستهلك الأكسجين الموجود بالمكان فبالتالي راح توفر لي بيئة مناسبة للإنيرابيك بكترية اللي قتلكم ما تكتر تعيش في مكان بأكسجين ما عند هالإنزام اللي يحاول ليفري رادكال يعني اللي هو يكون توكسيك اللي يحاولها إلى شيء أبسط تمام تمام الانفكشن ريسولت الانفكشن الجاي الانفكشن الجاي انه تكونت انيرابيك بكترية اوكي هاي وانا تكونت تكونت بأماكن ما يصر تتكون بها أماكن هاي استيرايل بادي سايت أماكن مؤقمة بالجسم هذا الأماكن ما يصر انه تعيش بيها بكترية أو شيء هاي لما راح تعيش بيها هنا حيصر انفكشن للإنسان تمام هاي الانيرابيك أهم شيء كلينيكال الساوي للإنسان أهم يعني ساين الساوية للإنسان أهم شيء راح يسبب لي راح يسبب أبسس فورميشن راح تكول لي أبسس فورميشن الانيرابيك أوكي لحد الآن أول شيء عرفت إنه هي جزء من الpart of the هي جزء من النورمال الفلورة الموجودة من جزء منه أكثر تتركز أكثر الأماكن تتركز بالميكوزة بالكسرو انتستينال اترك تمام هيش تكون بولي مايكروبيل تكون يعني بكترية ثانية ويبكتريات ثانية قد تكون انيرابيك فاكوليتف انيرابيك آنت ايرابيك بس أكثر شيء أشوفها وينفاكوليتف وينفاكوليتف تمام تمام وهنانا عندي الكلينيكال باثولوجيكال السببه اللي هو أبسس راح تكون لي أبسس تمام بقى وراحوا لاحظوا إنه تكونت لي أبسس اللي هو قيه خراج جراحة تمام تمام راح نيجي نتعرف عليها أعتذر عن الأسامة راح ألفوها يمكن أسامي غلط أو شيء بس شوي أنا عندي مشكلة بالسبيلينج فيعني إذا أسم غلط أو شيء جاوزوا يعني أنتوا لفظوا صح من يومكم تمام نيجي على الكرام نيكيتف باسل لاي الكرام نيكيتف باسل لاي أنا عندنا بوزيتف ونكيتف نيجي على الكرام نيكيتف باسل لاي اللي هي بكتوريوت الدكتوريج قالت قالت يعني هس المحاضرة إذا كانت عليها MCQ2 MCQ1 لازم يجي من هاي البكتوريا هاي البكتوريا كلش كلش مهمة تمام تمام البكتوريوت إنه هي وسبب لي انفكشن للإنسان هاي وين شي تكون هاي إذا أريد أجي أوصف شي كلها أو شي هي تكون بايل رستنس نون سبور ما تحتوي على سبور فورميشن تكون سلندر جرام نيكيتف آشنو إنهيبيتايت مالتا إنهيبيتايت كلمة إنهيبيتايت هي المكان اللي تدعت بهاي البكتوريا بالباول بالأمعاء تمام تمام موس أوفين قد ألقاها وياما ألقاها وياما ألقاها وياما واحد صار عنده انترا ابدومينال انفكشن ألقاها بالهاي الانفكشنات ألقاها بالبلوز انفلمياتري ديزيز بالتيوب أوفريان أمسس لحد الآن الأريد أعرفها عن البكتوريوت عن البكتوريوت أنه هي شنو شتكة تسبب لي انفكشن بالإنسان المكان الإنهيبيتايت مالتا بالباول بالأمعاء تمام تمام هاي ألقاها ويامفكشنات ثانية مثلا ألقاها أنه إذا واحد عنده انترا ابدومينال انفكشن ومن أجي أسوي كالجر ألقاها هاي موجودة بالبلوز انفلمياتري ديزيز بالتيوب أوفريان أبسس تمام تمام بيها نوع اللي هو بكتوريوت افراجيلياس هاي تكون كوميمن إش السبب هاي كوميمن هي من انيروبك انفكشن باقو كوميمن أكثر واحدة من الانيروبك السبب لانفكشن للإنسان افراجيلياس تمام في قالت الدكتورة هماتين بالفوز قالت إذا واحد مثلا صار عنده ابدومينال انفكشن تمام ابدومينال انفكشن أنا كطبيبة ابدومينال انفكشن أكثر واحدة أشيك بيها موجودة عنده عنده اللي هي شنو البكتوريوت فراجيلياس أوكي بالمرتبة الأولى أشيك بيها البكتوريوت فراجيلياس بالمرتبة الثانية أشيك أكو عنده اللي هو بريفوتيلا 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 مادري ايش شون تنلفوز تمام لحد الآن البكتوريوت انو هي ش تكون انهيبتت وان انهيبتت انهيبتت مالتها بالبول مكان اللي تقعد به وإلها علاقة بالإيش بالأترا ابدومينال انفكشن إذا واحد صارت عنده بالبيلفس انفلوميتري ديزيز ولا آخرة تمام تمام والبيف فراجيلياس البكتوريوت فراجيلياس هي أكثر واحدة من الانيروبك يسبب لانفكشن للإنسان وبالإستاذات الثانية هحعرف فهماتين هيش تحتوي من هذي وإذا واحد يجى عنده ابدومينال انفكشن عنده بالبيلفس انفلوميتري ديزيز أكثر واحدة خليها وأشك بها بالقاء ما هي هذا النوع تمام تمام البريبوتيلة انو هي بها نوعين اللي هو شنو بيلانو جينيكا هي جينيكا مادري بيلانو جينيكا والبيفية تمام تمام يعني ما مسؤولة عن اللفظ الخطأ تمام نجي انو هين موجودة هذا النوع مالتها موجودة بالبولميناري أبسس نلقها بالبولميناري أبسس أما البيفة إلها علاقة بالبيلفس انفلوميتري ديزيز بي اي دي عند بالي تيوبو أوفرين أبسس لاحظوا عندي نوعين إلها علاقة هاي كانت إلها علاقة بالبيلفس انفلوميتري ديزيز ولها علاقة بالتيوب أوفرين أبسس تمام تمام نجي على البريبوتيلة البريبوتيلة تشبلي نوعين ميلانو جينيكا اللي إلها علاقة بالبولميناري أبسس لما واحد عنده أبسس بالبولميناري اللي منتورط بهذا الأبسس هاي البكترية اكثر كلينيكال شيء السببه للمريض تكون لأبسس هاي البكترية تمام سبب لأبسس هاي سبب أبسس بالبولميناري أما البيفا وين السبب لي بالنفولماتري بالنفولماتري بهاي الأمراض راح يصير بها أبسس والأبسس منو سببه هذا النوع من البكترية بلي تيوبو أفريان أبسس بورفراميناس ما أدري شونت اللفظ هاي الكلمة بورفراميناس انو هذا النوع من البكترية هاي النوع الليها علاقة بالتهاب اللثة الليها علاقة بيش بين جينجيبال جينجيبال انو واحد صارت عنده التهاب اللثة تمام وصارت عنده انو دوث انفكشن بالتوث الليها علاقة منو المسؤول عن هذا مسؤول عنه مايكرو أورغانيزم اللي هو هذا المايكرو أورغانيزم الليها بالعلاقة هي ش تقول يقول لي انو هي عبارة عن نورمال الفلورة موجودة بالأورال تمام تمام من واحد انو صارت عنده التهاب اللثة جينجيبيال جينجيبيال اور صارت عنده دوث انفكشن منو سببه سببته هاي البكترية اوكي اوكي فيوزو بكترية فيوزو بكترية بها نوعين اللي هو نيكروفوريا اوكي نيكلييتاس نيكلييتام تمام تمام نجيبال النوع الاول ما لاته انو هذا النوع الاول شنو تكون كلش قوية هاي البكترية النيكروفوريا النيكروفوريا تكون كلش قوية ليش السبب لي انفكشن بالهدونيك تمام بالهدونيك وبعض الاحيان هذا الانفكشن قد يتطور قد يصير انو يتطور هذا يعني شنو يتطور هذا يصير بروكريسيف لهذا الانفكشن ويسبب لي ديزيز اللي هو نسميه لاميراس ديزيز لاميراس ديزيز انو هنانا عندي رح تنتقل هاي الادوة الى مسافات فعيدة رح تروح السبب لمضاعفات بكترية انو هاي تكون عدوة معقدة قد تروح للفرنجايتس والتونسولايتس وتمتت الى اللاترال ترانجيل السبب لي سبتك وين بالانترنال جوكولارثين الى هنا انا شكدت لكم هاي البكترية كلش قوية نيكروفوريا هاي البكترية كلش قوية هاي البكترية شسبب لي انفكشن بالهدونيك وقد هذا الانفكشن شي سوي لي سبب لي عدوة معقدة السبب لي هذا المرض اللي هو يعني شنو راح يصر العدوة راح يصر العدوة مو مكان واحد راح تنتشر مسافات عديدة تروح للفرنجايتس والتونسولايتس راح تمتت ال من الانفكشن الى اللاترال فرنجيل سبايس تمام وتروح للنك قد تسبب لي وين سبب لي سبتك بالانترال جوكولارفين هاي خاف تقول يا هي اللي سبب لي سبتك بالانترال جوكولارفين هاي البكترية نيكروفوريا تمام تمام شي سبب لي انفكشن بالهذه وسبب لي هذا التزيز قد يتطور هذا الانفكشن ما لاته مو سبب لي بالهدونة قد يتطور بروكريسيف الى المن الى هذا المرض وهذا المرض هي عبارة عن عدودة تنتشر مسافات بعيدة تروح الى كل مكان تمام تمام نيجي على النوع الثاني هذا النوع الثاني شي سبب لي جينتوفيال مايكروبي تهيئة بكترية سبب لي اشياء لها علاقة باللثة وهو يساب لي جينتوفي جاستروينتستين جنيتوفي بالجينتوفي بالأعضاء التناسلية و اله علاقة هماتين بالانفكشينات بالأمراض هذا الأمراض اللي هو بليرو بولميناري انفكشن Obstractic Infection هماتين Chorea Amunitis Infection وهذا الدزيز هماتين إلها علاقة بيه هاي شنو هاي مضاعفات الصير باللثة تمام مضاعفات الصير بالأسنان إلها علاقة بيه هاي البكتيريا إنه شنصير هي بكتيريا نافعة موجودة باللثة تمام تكون موجودة بالجنيتال بالكاسترو انتستينال إلها علاقة بهاي الأمراض لما واحد صار باليوروب والميناري انفكشن أجي أشوفها يسوي لك كالتر ألقى بيها من ضمن هاي البكتيريا الموجودة هنا ألقى هاي البكتيريا هماتين موجودة Obstractic Infection هاي الانفكشن هاي تصير للمرأة عند الولادة تمام Choreo Aminoitis اللي يصير بهذا السائل الأمونيو ما أدري شي سموه المهم أو مضاعفات الأسنان هاي ألقاها بيها نجي على النوع الثالي اللي هاي نقرام نيكيتف هماتين اللي هي بكتيريا ذات كوسس بكتيريا Vaginosis Vaginosis شن ليش أنا سببتها إنه هي بكتيريا سببلي شنو السببلي بالفجاينة هاي بكتيريا ليست سببتها Vaginosis ليش ما قلت Vaginitis أنا حال أي التهاب حجيناها بالملازم إنها الفضة آخر مقاطع IT أوكي ليش ما قلنا Vaginitis أوكي لأن هاي البكتيريا شنو إنه هاي البكتيريا أول شي أريد أعرف شي عنها إنه البكتيريا الفaginosis هاي هي كوميمن في فجاينة موجودة كوميمن موجودة بالفجاينة وين تحدث في النساء عند الإنجاب لما بالوقت النساء اللي يصير عند الإنجاب أوكي ربرو تكتف أي شبسن الإنجاب اللي يقدرون ينجبون تحدث عندهم معي البكتيريا ليش سميتها Vaginosis ما نسميتها Vaginitis لأن هاي البكتيريا شنو سميتها لن ما راح يصير بيها Inflamatory C.L. is not to present أوكي حتى من أجي أشخص دايقنosis راح أشوف هاي البكتيريا مسبب لمصيبة أو شي ما راح أشوفه بهذا المكان Inflamatory C.L. خلايا التهابية لذلك سمينا لها Vaginosis عرفنا منين إجينا اسم ال Vaginosis ال Name Because Inflamatory C.L. not to present تمام تمام بيها أنواع اللي هذا النوع وهذا النوع تمام بيهاي النوعين من البكتيريا هي بيها أنواع عديدة بس هذول النوعين من هاي البكتيريا هي راح يسبب للدزيز للإنسان تمام تمام إحنا ما ندرس يعني بيكتيريا ما سبب للدزيز أغلب البكتيريات النترسل سبب للإنسان هذا النوع وهذا النوع هو سبب للدزيز للإنسان يقولي هنا شون أجي دايقنosis شون راح أشخص إنه هذا الشخص عنده بكتيريا فيجاينوسيس هاي البكتيريا فيجاينوسيس أول شي إنه في شي راح تكون رائحة المكان تشبه رائحة السمكة بالإضافة راح أشوف هاي الخلايا هاي الخلايا شنه عبارة عبارة عن خلايا الفجاينة الأبيثاليا السيل الأبيثاليا الموجودة بالفجاينة بالإضافة على اليمن على البكتيريا هذي البكتيريا هذي اللي هي تكون عبارة عن جرام نيقدف باس اللاس عرفنا شنه هاي كلاوسيل هاي عبارة عن بجاينة الأبيثاليا سيل الأبيثاليا سيل الموجودة بالفجاينة زائدا هاي البكتيريا الموجودة بالمكان تمام تمام وما راح ألقي شنه عدا موجود إنفلميتر يسير فالديقنosis يصير هي عبارة عن خلية الأبيثالية الموجودة بالفجاينل زائد المايكروبيل يعني هذا الكائن هذا النوع من البكتري اوكي اوكي وماكو سبب ثاني انه يكون التهابه بهذا المكان يقولي هنا انا عدي اش راح يسبب لي بالامرأة الحامل هاي البكتري اذا صارت اش راح يسبب لي بالامرأة الحامل اذا تذكرون هي وين صار تحدث ان النساء في سن الانجاب شو السبب لي بريماتور راح يسبب لي تمزق ايش تمزق الميبرين المبكر بالاضافة الى ولادة مبكرة لما صغير للنساء راح يسبب هاي الاعراض اوكي اوكي نجي على جرام نكاتف كوكاي جرام نكاتف كوكاي اللي هي الفلينول الاسبيشيز هاي عبارة شي يقولي ان هي مجموعة صغيرة وتكون ان ايروبا كجرام نكاتف كوكاي تمام اهم شي ان هي وين مكانها موجودة بالموث بالنيزوفرنجيل قد بعض الاحيان انشوفها بالاتنستن تمام تمام هايش تكون تكون ويا مجموعة من المايكروبيال ان ايروباك انفكشن ما راح تكون واحدها قلت لكم الانفكشنات اغلبها ما تكون انو يا ميكس انفكشن يعني مون جاي من نوع واحد فقط من هذا المايكرو المايكرو ارغانيزم اكثر من نوع تمام تمام نجي على اليمن على اكتينومايسيس 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 هي عبارة على اليمن على عبارة على تكون هي بوزيتف نون موتايا نون سبور فورميشن ما بيها سبور وتكون شنو ابليكيت ان ايروباك في المنتاس احنا نقلنا بالبداية شنو معنات ابليكيت ان ايروباك تمام تمام اللي قلنا هي ما عندها هاي الانزايمات واللي بوجود الاكسجين راح تموت اوكي اوكي هي عبارة على اليمن عبارة انها هي اكتينومايسيس هي عبارة عن بكتريغن موجودة نور مضيخ لورة موجودة بالموذ الموجودة بالانتستين بها نوعين بها اكتينومايسيس اللي هي اسريلا اسريلا اوكي هاي شي تصيب الصيب الانسان والنوع الثاني ابو البوفيز يصيب الكتل يصيب الابقار تمام مسبب للم في جو يكون الجو مالتهم الفيك يكون مضخم اوكي اوكي تكون هاي لصيب الانسان يعني ما يدخل بالصيب الابقار لصيب الانسان شنو راح يصيب اكثر شي الوجه والفم والرقبة تمام هايش راح تظهر تظهر على شكل تكدلات او اورام موجودة تحت الجلد بع التكدلات والامورام اللي راح يسبب لياها تمام اكتنومايسس اكتنومايسس اللي هي عبارة كرومبوزيتف نون موتايا ما عدها سبور ولا اخره بها نوعين نوع يصيب لليهومن ونوع يصيب للكتل يصيب للابقار تمام تمام نجي نو هاي شنو راح يصير انه هي راح تخترق راح توصل لسبكو تيناس راح تكون ليسانس راح تفتح هاي السانس المن راح على السرفيس of the skin اول شي انا من اريد اشخاص ش راح نلقي شايف هاي تكدلات هاي تكدلات اش عبارة عبارة عن باس انا نكيلت هاي البكتريا ان ايروبيك بكتريا اكثر شي يسبب لي يسبب لي القاه هذا الباصل شو راح تكون صفاته لهاي البكترية اكتينومايوسيس يكون صفاته يكون يلوش يكون لونه أصفر ومن أجي أشوف راح يشوف سلفر قرانيول عبارة عن حبيبات هاي سلفر قرانيول هاي الحبيبات هي عبارة عن شنو ممكن نعرف إيه هاي الحبيبات عبارة عن تجمعات من هاي البكترية الاكتينومايوسيس عبارة عن تكتلات من هاي البكترية أوكي لحد الآن أول شيء أريد أعرف إنه هاي البكترية ايش راح تكون القيح انا قلت كل بكترية راح تكون القيح شكل القيح اللي راح تكونه يكون لونه اصفر تمام تمام هذا الاصفر شتحتو بداخله عبارة عن سلفر سلفر غرانيول هاي السلفر غرانيول هي شنوع عبارة عن مجاميع من هاي البكترية اوكي اوكي شي كلي انه هي اكثر مكان انا قلت لكم اكثر شيكالة التوكتوري يصيبهو هنا يصيب هادا المكان يصير باللاترال للوجه يصيب للجو اوكي عندي يصيب سرفايكو فيشل يصيب لي الوجه والرقبة تمام تمام هذا اكثر مكان يصيب الانفكشن هادا شوكتي يصير يصير هاي الانفكشن لما شخص انه شلع سنونة اوكي شخص اجي شلع سنونة ورا فترة ظهرت له هاي التكدلات وان ظهرت له بالسرفايكو فيشل اوكي بين الرقبة والوجه ظهرت له هاي التكدلات تمام تمام وبعض الأحيان هماتين يصيروا ينفيكشنات ثانية لحد هنا أريد أعرف شغلة هي عبارة عن هاي البكترية به نوعين يصيب الإنسان وصيب الأبقار اللي يصيب الإنسان هاي عادة نصيب الإنسان بعد ما يشلع سنه اوكي بعد ما يشلع سنه هاي راح تكولي راح تكولي بس لونه أصفر هذا البس يحتوي على سلفل اللي هي عبارة على مجاميع من هاي البكترية اوكي اوكي نيجي علي من الكلوس ريدا قالت هاي أخذناها ملزمة كاملة أنا تركيتها بمتحانات المد الحمد الله وشكر نيجي علي اللاكتوباصلس اللاكتوباصلس هي عبارة عن نورمال الفلورة موجودة بالفجاينة هاي اللاكتوباصلس اش راح تسببي هاي اللاكتوباصلس راح تسوي ميتاباليزم عمليات أيضية تنتج من خلال هاي العمليات الأيضية اللاكتك أسد هذا اللاكتك أسد كلش مهم يخلي منطقة الفجاينة لو بيأت بهاي اللاو بيأت ما راح تقدر تنمو كائنات ثانية ما راح تكتر تنمو ليتس الخمائر ولا آخره تمام تمام اللاكتوباصلس هي البكترية النافعة الموجودة منطقة الفجاينة من خلال العمليات الأيضية مالتها الميتاباليزم راح تكول لي اللاكتك أسد هذا اللاكتك أسد شنو يمنع جراوث نمو كائنات ثانية اللي هي مثل ليتس والخمائر ولا آخره تمام تمام هذا اللاكتك أسد يحافظ لي على لو بيأت يعني هاي البيئة يجعل البيئة الفجاينة بيئة الفجاينة ما تنمو بيها مايكروبيال مايكرو أورغانيزم ثاني فهاي كلش بمهمة ما تقد الفجاينة اوكي اوكي يسوي انهبتت لليس ليش يسوي لانهبتت للخمائر ما تنمو ينهي هاي البكترية راح يسوي ميتابوذك عمليات ايضية تنتج من خلالها اللاكتك اسد واللاكتك اسد يخلي ما تقدر الفجاينة لو بيئج وبهاي اللي يعني بيئج ما راح تكتر تنمو كائنات ثانية نيجي على بروبينو بكترية هاي بروبينو بكترية تصيب للاسكن والأورال كافيتي واللارج انتستين والكونجايتيفة والأكستيرنال اير والكنال هاي البكترية لما اجي اصبغة بصبغة تيليجرام راح يشوفها بليمورفك يعني شنو متعددة الاشكال قد تظهر كيرزوي كلايبيت انتبوينت تستين تمام بعض الاحيان حتى تكون سفريكال من اجي اصبغة بصبغة تيليجرام ليس اميت هي انه هاي تحتوي لي هاي تحتوي لي على prettymic acid prettymic acid لذلك انه اجي يا اسمها من خلال انه احتوائها انه هي راح تنتج لي هذا الاسد prettymic acid prettymic acid اوكي اوكي تمام تمام هاي السببلي الاكني سببلي حبوب الشباب الموجودة بالوجه اللي تظهر بالوجه أول شي اريد انه عرفنا لحد الان هاي الاماكن اللي نصيبه وركزولي على منطقة الاسكن هزا راح اجي تكلم عليها اوكي 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 ش راح يسبب لي اوبرجينيستيك باثوجين شنو اوبرجينيستيك باثوجين هي عبارة عن موجودة بجسمي بالحالة الطبيعية اذا انا انسانة طبيعية هذا ما راح يقدر يسوي لي اي مرض تمام تمام هذا اوبرجينيستيك باثوجين انتهازي ينتهز الفرصة يعني شنو ينتهز الفرصة مجرد ما مناعت جسمي قلت انه هذا راح يسبب لي MontONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON راح نشوف شي سوي لنسان من لاي بيسباعو. آني ش عندي؟ آني عندي بالسكن. مو عندي بالسكن سبيشيازي كلاند. هاي السبيشيازي كلاند بيها free fatty acid. تمام تمام. هاي الفاتي اسيد أذا طلعت. ش راح يصير الرتنت. راح رتنت للسكن. وبالتالي ش راح يصير؟ راح يصير inflammation. تمام تمام. من يصير inflammation. هنه راح يصير سوبر كروث لهاي البكترية. لحد هنا فهمنا. الفكراني عندي سبيشيازي كلاند. بها free fatty acid من راح تطلع راح يسبب لي اريتنت راح يضر لي الاسكن بالاضافة السبب لي انفلاميشن ويصير انفلاميشن راح يصير جو مناسب حتى تتنمو هذا النوع من البكترية يصير super growth لهذا النوع من البكترية لذلك يعني اغلب المرضى اللي اعتهم اكني راح منطيهم انتي بايوتك مضادات راح يستجابون كلش عالية اوكي لان هاي الاكني هيش عبارة عبارة عن مايكرو ارغانزم هي عبارة عن بكترية انو هنا انا عندي اش راح اجي اتكلم عليها اللي هي عبارة عن انو تحتوي على انزيم اللايبيز هذا انزيم اللايبيز راح يسوي راح يفصل free fatty acid على اليمن على الليبت الموجود بالسكن راح يفصلها عنا وبالتالي من ينفصل راح يسوي لي اريتنت للسكن ويسوي لي انفلاميشن ويكون المناسب حتى تنمو هاي البكترية بالاضافة انو هذي انو تذكرون بعض الامليات اكو انفكشنات يصير ورا العملية ورا ما الجراحي يجي يسد العملية راح يصير عنده انفكشنات هاي الانفكشنات من اقول انفكشن اكيد جاي من مايكرو ارغانزم شي يقول لي انو هي شي سبب لي post surgical wound infection الانفكشنات اللي صير بعد الجراحة العمليات الجراحية اوكي وخاصة بياء عمليات اللي تطلب دخول شنو اجهزة طبية بداخل جسم المريض مثل قسطرة مثل زراعة شراين مثل زراعة مفاصل هاي انو دخل شي بجسم المريض راح يصير عنده انفكشن اغلب الانفكشنات اللي صير post surgical هو سببها هاي البكترية فاذا عريد احجي بصورة عامة عليها انو هاي البكترية موجودة بالسكن oral cavity وهاي الاماكن لما اصبغها بالصبغة الكرامستين تكون بليمورفك يعني ما راح تكون نفس الشكل كلها راح تكون مختلفة الاشكال قد تكون carv pointed spherical ولا اخرى تفرض لبروبيونيك اسيد تمام تمام انو هاي البكترية تكون opportunistic pathogen وسبب للاكني الحبوب عندها تحجوه على انزيم ال laibase راح يفصل الفري الفاتي اسيد الموجود يفصله باللبت هذا الليبت الموجود بالسكن من ينفصل هذا الفري الفاتي اسيد راح يسوي irritation للسكن وبالتالي راح يسبب الانفلميشن راح يصير المكان مناسب حتى تنمو هاي البكترية اوكي اوكي هاي البكترية تصيب لي ايش post-surgical wound هاي post-surgical بعض العمليات ورما تنسدو تخلص راح يصير infection بيها سبب هاي الفيشن اغلب هاي الامليات سبب هذا الانفكشن هي هذا النوع البكترية خاصة بالعمليات اللي يدخلون شي بجسم المريض جهاز طبي مثل قصطرة مثل صناعة زراعة شريان اوكي مثل زراعة غضروف زراعة مفصل ولا آخرة هنو راح يصير بي infection والفيشن سبب هاي البكترية اوكي اوكي نجي علي من نجي هاي انواع البكترية هاي اكثر من نوع من البكترية انتو لوضو اللي هو يكون بيمورفك مدعدة للشكال كرام بوزي فروض اوكي انت مكسد انفكشن شنو مكسد انفكشن يعني هذا مكسد انفكشن هو انفكشن معناتها ميكرو ارغانزم يعني القاوية ميكرو ارغانزم ثاني مكسد تمام القاوين بالأوروفرانجيل انتو والفلورة بالامعاء نجي علي جرام بوزيتف كوكاي الجرام بوزيتف كوكاي يصيب للسكين الأورال كافيتي رسبريتري غاسرو انتستين التراكت ولا آخرة تمام تمام وهي عبارة بكتري نورمال ديفلورة نجي علي بيبتيتو ستريبتو كوكاي هي موست أمبوريت دام مهم لها علاقة شي بالبراين انو هاي شي يسبب لي انفكشن بالبراين الابسس الموجود بالبراين السببب منو الابسس بها يقدل لكم البكتريا من اول سلايد الايروبك الشي اللي كننقل علي انو هي تكون كلش مهم بيبتيتو ستريبتو كوكاي سبب لانفكشن بالبراين تمام تمام هاي تكون انفكشنات ثانية وامراض خاطر ثانية مثل واحد عنده بليرو بولميناري انفكشن او نيكروتايز هي شي تمام الصيب لي بالديب سكين سوف تشيو انفكشن انفكشن هسا كم مايكرو أوركنز سبب لي يعني شنو معناته معناته بهذا الانفكشن راح يكون بهذا النوع البكترية فهي اكثر شي يصيب البرين افسس فاذا اجي سؤال البرين افسس مثلا شي علاقة انو كونت واحد جاء وقيح بالبرين مالته شنو الرش احيانو من البكترية اللي هو ببتيتو ستربتو كوكاي نجي علي من ملخص هاي المحاضرة اكو اشي ملاحظات كاتبة الدكتورة انفكشن موس اكون ميكس انفكشن يعني شنو ميكس انفكشن يكون هاي البكترية اني ايروبك ميكس انفكشن مو واحد بهذا المكان اكو مايكرو ثاني اكو بكترية نوع ثاني قد يكون ايروبك ويكون فاكوليتف وقتلكم اكثر شي تكون الانيروبك يتكون ويا الفاكوليتف ليش تكون ميكس ويا الفاكوليتف قدتلكم حتى ش سوي رح تستهلك الاكسجين فبالتالي رح توفر بيئة مناسبة المن للبكتيرويت سبيشيس للانيروبك هوكي هي من اسمها انيروبك بكترية يعني هاي انيروبك بكترية ما تقدر تعيش مع اذاء اكسجين هي بكترية لا هوائية بلازم هي بالاغلب تكون ميكس ويا نوع ثاني من البكترية ان واحد وصاب بفاكوليتف انيروبك صارت بيها بالاول ووفرت بيها مناسبة للبيئة الثانية اوكي اوكي شي يقول لي هاي ايش تحتوي انيروبك بكترية اغلبها تحتوي على الهيبارينيز والكولوجينيز هذول الانزيمات تسوي تتحطم للانسيج تتحطم للتشيو اوكي اوكي يقول لي هنا عندي البيكترويد اللي قالت الدكتورة كلش مهمة وكلش مهمة ولازم يجي من يمها ام سي كيو فايش يخص البيكترويد تحفظو درخ مثل اساميكم البيئولنت فاكتر معالته معامل القوى مالته هو عبارة انه تحتوي على كبسول بوليسوكريت انه تحتوي على كبسول بوليسوكريت واللي تور بايلنت فاكتر يقول لي هنا البكترويد سبيشز عندها هماتين انتو تكسين لايبو بوليسوكريت هذا التوكسين يكون اقل تكسك من انواع ثانية من البكتريا غرام نيغة في بكتريا اوكي اوكي البكتريا فراجلس البكتريوت فراجلس هايش تحتوي تحتوي لعلى SOD تتذكرون هذا شي سوي كان هذا الانزام هذا الانزام يحول يحول الى شي ما راح يضر للبكتريا بالنهاية تمام تمام هاي يقول البكتريوت فراجلس تحتوي على SOD فبالتالي انه تقدر تعيش بوجود الاكسجين لفترة طويلة يعني لعدة ايام يش انه هاي هاي فراجلس تقدر تعيش بوجود الاكسجين لفترة لعدة ايام اذا كان موجود اكسجين الرغمية في كتريا ان ايروبك لان هاي تحتوي على انزام SOD تمام وقتلكم هذا الانزام شي سوي اللي راح يحول الجذور الحرة هاي الجذور الحرة الناتجة بوجود الاكسجين راح يحولها الى هايدروجين بيروكسيتيز تمام الى هايدروجين بيروكسيتيز اوكي نجي على الدياغنوسيس شون اشخص واحد مصاب بان ايروبك بكتريا شون راح اجي اشخص عن طريق اكون رائحة كارية هاي الرائحة الكارية منين جاية باعوا انا اعرف بالداخل ان ايروبك بكتريا بصير عمليات ايضية هاي العمليات الايضية راح تنتج لي ش تنتج لي فاتي اسد هذا الفاتي اسد هو المسؤول عن الرائحة الكارية اللي سببها ان ايروبك بكتريا تمام تمام يقول لي علامات سريرية علامات سريرية من أشوفها للمريض راح يقول لي أنه هذا شخص مصاب بإنيروبك بكترية مثل شنو الرائحة الكريهة من ينجاينتي من فعل العمليات الآيضية للصير بداخل البكترية راح تكون لي فاتي أسيت هاي الفاتي أسيت راح تكون لي رائحة الكريهة بالإضافة أنه راح ألاحظ أنه المريض الانفكشن مالتا صار قريب عن أماكن بها ميكوزة قريب عن الأماكن ميكوزة سرفيس مثل شنو الميكوزة سرفيس الأماكن مثل هي شنو الجهاز الهضمي الجهاز التنفذي وكذلك الجهاز التنافس الي هاذ كلها قريبين على الميكوزة سرفيس ألاحظ المريض الانفكشن مالتا قريبا عن ميكوزة سرفيس تمام تمام ألاحظ أكو غاس انتشيو شنو غاس انتشيو حتى واحد مني يحس بالغاس لأن هاي البكترية شنو إني إيروبك راح تطلع على pinuju فيطلع لي شنو يطلع لي القاس حتى ان واحد يعني حتى يشبه صوت الغاز. تمام تمام. يعني يقولي negative aerobic culture research. يعني يعني اكو عندي كالترات. اخلناها بالمختبرات هالكالترات لما اجي اسرعها البكترية ان ايروبك. اسرعها بكالتر ايروبك يعني يحتوي على الاكسجين. ثاني يوم اجي لها القهاي البكترية ما موجودة ميتة. ليش معناتها انها البكترية ان ايروبك. اوكي اوكي. ثم بالكالتر ما الايروبك كالتر يعني هذا عبارة عن كالتر اخلي بي يعني بكترية اذا اتشارتها واي ايروبك. راح تعيش بي. فهذا الكالتر راح القها negative. انو متكونت بكترية يعني معناتها نكتف. فانو هاي البكترية ان ايروبك. فشون اشخص عن طريق مثلا ايكو علامات سريرية. اشوف اول شي رائحة كارية بسبب شنو العمليات الايضية راح تقول لي هذا. فاتي اسد. اشوف الانفكشن صارة مكان قريب عن ميكوزة سورفيس مثل الجهاز الهضمي بالتنفسي بالتناسلي. اشوف بسبب شنو بسبب سيو او تو ان اج تو. اه راح اشوف لما اسوي ازراع بكالتر ايروبك. راح اشوف الكالتر طلع لنكتف مينمت بكترية فمعنات البكترية ان ايروبك. اوكي اوكي. العلاج اول شي سيرجيكال درينيج بعدها انطيل الشخص انتي بايوتك. مضاتات حيوية. سيرجيكال درينيج مثلا انجي انظف هذا الجرح مثلا يموت جرح. يكون لي افسس. يكون لي خرج اني يصير انطي امضات حيوية والابسس موجود لا اجي ازيله وانظفه. سوي له سيرجيكال درينيج اذا اطلب الدخل جراحيا وازيله. الدخل جراحيا وازيله. المهم انطي المكان اوخر الابسس وراها انطي انتي بايوتك. فيكون الالاج هو عبارة عن انتي بايوتك بالاضافة الى سيرجيكال درينيج. او اشي نسوي سيرجيكال درينيج تمام تمام. اهم علاجين انطيهم وثلاث علاجات انطيهم بالصراحة لهذه الاشخاص اللي عندهم انيروبك بكترية. اللي هو هذا العلاج وهذا العلاج. مترونو زازول. المهم هذول العلاجين. اساميهم وثلاثهم انطيهم هذول العلاجين. انه اهم علاجين. اعطيهم لاشخاص اللي عنده انيروبك انفيكشن. بالاضافة الى العلاج اللي هو البنسيلين جي. هذا البنسيلين يقول افضل تشويس اليك الشخص اللي عنده انيروبك بكترية. بس مراح يكون افضل تشويس اليه. اذا واحد عنده بكتريا وهي البكتريا عندها يا انزيم البيتالاكتيميز باعو ليش هاي البيتالاكتيميز شي سوي لي هاي البكتريا عندها انزان البكتريات اللي عندها انزان بيتالاكتيميز هاي راح تحطم لي البنسيلين جي تمام تمام فاني عندي ثلاثة ادوية استخدمهم للشغص شعنده عندها هاي البكتريا عندي هذا الدوة وعندي هذا الدوة بالاضافة الى بنسيلين جي لكن هذا البنسيلين انجي اذا كانت البكتريا مالتنا اشتنتج انزيم اللاكتيميز ما راح يكون مفيد اليه ليش يا بكترية تنتج الانزيم اللاكتميز اللي هو البكترويتس البكترويتس بالاضافة الى بريفوتلا سبيشيس فمن يقول لي اذا اجبنا الخيارات انه واحد عند هاي بكترويتس عند بريفوتلا سبيشيس يا نوع من انواع الالاجات انطي يعني ما يصر انه ما اقدر انطيها ومو ما اقدر انطيها يعني ما راح يستفاد اذا انطيها اللي هو بس يلي نجي ليش ما يستفاد اذا انطيها لان هاي البكترية ادها ادها انزيم اللاكتميز هذا الإنزيم شي يسوي لي راح يحطم هذا الإلاج راح يحطم الأنتي بايوتك هذا فما راح يستفاد الشخص عندي أوكي أوكي الإلاج مالتي أول شي شرح أنطي أنطي مضايد حيوي بالإضافة أنا قلت البكترية تقول لباس فأنا لازم أنظف مكان الباس ونظف مكان الجرح وإلى آخره تمام تمام الإلاجات أفضل الإلاجات إنهم ثلاث إلاجات هذا الإلاج وهذا الإلاج بالإضافة إلى بنسيلينجي اللي هو أفضل خيار فإذا قالت أفضل choice إليك حتى للإلاج الإنيروبيك بكترية أقول للباسلينجي حتى أفضل من هذول تمام تمام لكن إذا كانت البكترية ما عنتي قال لي عندك بكترويد بكترية أو شي ما راح يكون أفضل خيار إلي ليش لنهي البكترية عندها إنزيم البيتالاكتيميز هذا البيتالاكتيميز راح يحطم لهذا يعني الباسلينجي كون رستنس للباسلينجي أوكي أوكي خاصة المحاضرة اشتركوا في القناة